ومعنا من أصل وزير خارجية نرويج إزبن بارث إيدي الدولة التي اعترفت بفلسطين ثالث دولة أوروبية تعترف بفلسطين بعد إسبانيا وأرلندا هذا الاعتراف ربما سيادة الوزير أهلا بك على شاشة القاهرة كيف تنظرون لهذا الاعتراف وما الذي يمثله لكم في هذا التوقيت تحديدا؟ في البداية شكرا جزيلا ومن دوعي سعادة أن أتحدث لكم اليوم أود أن أقول في البداية أن النرويج على مدار عقود كانت تتطلع إلى هذه الخطوة والاعتراف بالدولة الفلسطينية لقد كنا نعمل على حل الدولتين ودعم لهذا الحل جاءت كافة الخطوات جنبا إلى جنب مع كافة الإجراءات الأخرى على مدار أعوام كنا نعتقد أن من خلال النقاشات يمكن الوصول إلى الخلول السلمية هذه وأيضا رأينا أن هناك دعما كبيرا لهذه الإجراءات في الدولة النرويج وبعد ذلك كنا بالتعاون مع الدولة العربية مثل مصر أداء الجمهورية مصر العربية وعدد من الدول العربية الأخرى التي دعمتنا في هذا السياق وأيضا اتخذنا هذه المبادرة الهمة من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية واستعادة حقوق الشعب الفلسطيني ودعم الهيئة السلطة الفلسطينية وكذلك دعم المجموعات من المدنيين ودعم كافة المؤسسات داخل الدولة الفلسطينية في ذلك الدعم المقدم من السعودية يمكن أن نحقق المزيد كما اتخذت الخطوة كذلك أيرلندا وأنا فخور أننا فعلنا هذا الأمر وأنا فخور بهذه الخطوة ولزال أمامنا طريق طويل من أجل الوصول إلى الفلول السلمية وغض النظر عن أي تعقيدات أخرى